بالمناسبة بيتسو موسيماني أعلن قائمة اللاعبين اللي سافروا وخليه يقول لحضراتكم طبعا حرص المرمى للشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير معاهم محمود وحيد وآيمن أشرف في ياسر إبراهيم ومحمد هاني أحمد فتحي في خط الدفاع خط الوسط عمر السلية أليو ديانج حمدي فتحي محمد مجدي أفشا جونيور أجيين وصالح جمعة ومعاهم حسين الشحات وأحمد الشيخ وليد سليمان ومحمود كهربا وقدام خط الهجوم طبعا ومهاجمين معانا كابتن ماروان محسن وميستر أليو باتجي نتمنى إن شاء الله يكونوا موفقين ويحطوا بصمة في الأهداف اللي بتتحط في المطشط اللي من النوع ده ما بتنساش الجماهير يعني فيه أهداف كده أنا لو عرضتها النهاردة لندي الأهلي من عشر عشرين قول تلاتين سنة تفرح بيها كأنها لسه داخل حالة يعني يعني فيه أهداف يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي بيعملها جميع النادي الأهلي على السوشيال ميديا يقولك الأهداف اللي هزت مصر فيه أهداف أول ما دخلت فيه يقول 70-80 مليون رجوا الدنيا فأنا بيتهائلي إنه مطشط اللي من النوع ده بتحط في زاكرة اللاعب وفي زاكرة الجمهور وفي تاريخ النادي لحظات طبعا ما بتنتساش نتمنى التوفيق لنجمنا خليني أقول لحضرتكم كمان بالإضافة طبعا للطائرة لسفرة النهاردة على إير كايرو هيكون النجم التونسي علي معلول اللي بيلعب مطشو مع تونس النهاردة أعتقد وكمان الأنجولي جيرالدو داكوستا هينضموا لبعثة الفريق إن شاء الله في المغرق بعد ما تنتهي مشاركتهم في معسكرات منتخبات بلاده لعيبة كتير قوي من القائمة متمارسين جدا في أفريقيا أحمد دلش الناوي وليد سليمان أحمد فتحي ليهم خبرات كبيرة يعني معلول دا برضو عمل الخبرة بيبقى مكسب كبير جدا للفريق طبعا أكيد طبعا وخصوصا أن أنت بتكلمي على لعيبة طبعا معظمها لعيبة دولية عندها خبرات مع فرقها عندها خبرات مع منتخباتها فأعتقد دا إن شاء الله يمثل إضافة نتمنى أنه يكون يومنا دا نمرة واحد ونتمنى أنه يكون اللعيبة في أحسن حالتها في أوقات كتير جدا ممكن يبقى عندك لعيب تقيل قوي بس مش في يومه أو مش في أحسن حالته نتمنى إن شاء الله فرقتنا تكون فيها وأنا شايف الحقيقة يعني حتى دردشي أنا وصار قبلها وعطول أنه في نقل حصلت مع مستر موسيماني يعني تتطفق تختلف على تجربة فيلر اللي كان بدايتها مباشرة جدا لكنها بتهيالي أنه مع مستوى الأداء في بطولة الدوري في الفترة الأخيرة لفايلر ومحطهم فيما يتعلق بطولة أفريقيا رجع دات جدد بشكل كبير جدا مع العروض اللي قدمها النادي الأهلي مع تولي مستر موسيماني المسؤولية الفعنية في النادي الأهلي